اخوات وحباب قلبي عاملين ان شاء الله تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعرف مين اللي عمل لنا حذر على سناب شات يعني لو احنا شكين في شخص انه هو عمل لنا حذر في سناب شات ازاي نقدر نتأكد ازا كان فعلا عمل لنا حذر ولا لا طريقة سهلة جدا وبسيطة نتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا مبدعين كده يا شباب في التحداث الجديد في سناب شات اللي هو دلوقتي احنا بتاريخ 10-7-2024 في الوقت ده مفيش اي طريقة خالص تقدر تعرف من خلالها ازا كان فيه شخص عمل لك حذر ولا لا وعشان خاطر تتأكد من كلامي تقدر تشوف اي موبايل موجود عندك في البيت وصديق عندك على السناب شات ويعمل حذر لنفسك من على الموبايل ده ويدخل من موبايلك ويبحث عن الشخص اللي عمل لك حذر هتلاقي ان الايميل بتاعه موجود واسمه موجود وكل حاجة موجودة وتقدر تتصل بي وتقدر تبعث له رسائل ولكن مش هيوصل له اي حاجة هو عمل لك حذر ولكن انت تقدر من خلالك انك تقدر تدخل على المحادثة تقدر تبعث له صورة محادثة ترن عليه صوت او فيديو ولكن الشخص اللي هو عمل لك حذر ده مش هيجيله اي اشعار منك سواء بالمكالمات او بالرسائل وهو ده التحديث الجديد اللي سناب شات عملته من الاخر هي مش عايزك تعرف اذا كان في حد عمل لك حذر ولا لا وليكن مثلا عندنا اي صديق من الاصدقاء دول لو دخلت عليه كده وليكن مثلا كريم الصبح ده هو عامل لي حذر برضو بيجيلي نفس الصفحة دي اقدر ادخل على المحادثة زي ما حضراتكم شايفين وقدر برضو ادخل على المكالمات اقدر ادوس على مكالمة وقدر اتصل عليه بس مش هيجيله اي اشعار الله اعلم ايه اللي خلى شركة سناب شات تعمل حاجة زي كده وايه الفكرة انها ما تخلكش تعرف الاصدقاء اللي هم عملو لك حذر ولكن بالفعل هو ده اللي حصل مفيش اي طريقة تقدر تعرف من خلالها اذا كان شخص عامل لك حذر ولا لا ناس كتير كانت بتسألني على الطريقة دي وانا دخلت ودورت في فيديوهات كتير محتوى عربي واجنابي عشان خطر ان نقدر نعرف الطريقة ولكن للاسف كل الفيديوهات ديها فيديوهات قديمة وكلهم بيتكلموا عن انك لما يكون شخص عامل لك حذر وتجي تبحث عنه مش هتلاقي اسمه ولا الكونت بتاعه اصلا وهو ده اللي كان بيحصل فعلا في الاول لما يكون في حد عامل لك حذر وبحثت عنه مش بيظهر لك خالص ولكن تعال دلوقتي جرب كده اعمل لنفسك حذر من اي موبايل تاني وابحث عن الموبايل اللي هو عامل لك حذر ده هيظهر لك عادي وما فيش اي شيء غريب خالص في الموضوع بس كده اتمنى تكون استفدتم من الفيديو ده ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدر تكتبوه في التعليقات وان شاء الله هرض عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلامة